السلام عليكم أهلا بكم مشاهدين على برنامج تساولة هذا المساء الحديث دائما مشاهدين عن الانتخابات التشريعية لأثاني عشر جوان القادم إذن وعشية انطلاق الحملة الانتخابية للتشريعات القادمة ستكون قرابة 1500 قائمة بين الحزبية والمستقلة على مداري ثلاثة سبيع من الحملة الانتخابية في رحلة إقناعي الناخبين بأحقياتهم في دخول مبنى زيغود يوسف لكن كيف يمكن لتشريعيات الثاني عشر أجوان القادم أن تغير الخارطة السياسية في الجزائر وتجدد الطبقة السياسية وبناء مؤسسة تعبر حقيقة عن شرعية الشعب دعوني أرحب بضيفي في البلاطو كل من البروفيسور عبد القادر بريش الأستاذ الجميع وناشط سياسي بروفيسور مساء الخير أهلان وسهلا شكرا سيد النور شكرا الاستضافة وتحية لك والاستاذاء المشاهدين ووظيفك الكريم شكرا سعد كذلك باستضافة عبد المنعم بن حرية عضو المجلس الوطني الحزب جيل جديد عبد المنعم مساء الخير مساء الخير شكرا على الاستضافة شكرا لك إذن البداية بك أستاذ عبد القادر بريش بيالحديث دائما على الانتخابات التشريعية المرتقبة في الثاني عشر جوان القادم إن شاء الله بيالحديث عن مسار الإصلاحات وإلزامية استكمال مسار الإصلاحات وبناء مؤسسات قوية تعبر حقيقة عن إرادة الشعب عندما نتحدث عن تغيير الانتخابات والسندوق هو المسار الطبيعي لكل تغيير لذلك الآن الناخب والمواطن الجزائري أمام مسئولية كبيرة هو المشاركة في الانتخابات لبناء دولة قوية بمؤسسات قوية خاصة عندما نتحدث عن البرلمان شكرا بسم الله الرحمن الرحيم في الحقيقة دعني في هذا اليوم المبارك يوم 19 مي يعني يقتنم هذه الثاني حال ليحيي الطلبة والأسرة الجامعية في عيدهم اللي هو عيد الطالب 19 مي ولعلنا في هذا العيد نستلهم العبرة والذكرى يعني لأولئك الطلبة الذين ضحوا بحياتهم والتحقوا بالثورة يعني في 1956 وهذه الذكريات من ثورتنا المجيدة يعني تجعلنا نستلهم هذه العبر والآن كذلك مطلوب منا خاصة من فئة الطلبة والشباب الانخراط في المسار السياسي والمشاركة في بناء الجزائر كما شارك أولئك الطلبة لهم قدوتنا في مسار تحرير الوطن إذن هذا فيما يخص اليوم الذكرى الوطنية لعيد الطالب وما تفضلت به الأستاذ محمد فيما يخص المحطة الانتخابة التشريعية طبعاً الاثناشجوان طبعاً هي محطة أساسية في إطار المسار الدستوري والنهج الدستوري الذي هو الصمام الآمان والضامن الآمان لاستمرار الدولة وللتغيير الآمن ومن أجل الحفاظ على استمرارية الدولة والحفاظ على بناء المؤسسات الآن نحن في مرحلة تحول جوهرية بالنسبة لنا في الجزائر والطريق الآمن والطريق الأسلم هو الطريق الدستوري والمبني على الانتخابات وعلى التغيير الديمقراطي ليسمح التداول على السلطة ويسمح في هذه المرحلة الحاسمة من بناء مؤسسات قوية تعبر عن إرادة وتعبر عن إرادة الشعبية وتعبر عن روح ومطالب الحراك الذي طالب بالتغيير والآن المحطة هذه اختبار حقيقي لنا كمجتمع وتلك الهبة المجتمع التي خرجت وقالت نعم للتغيير الآن نحولها إلى فعل من خلال الممارسة الديمقراطية من خلال الفعل الانتخابي الذي نلاحظ الآن فيه بوادر انخراط فئات عديدة كانت عازفة عن الانتخابات لأن في النظام السابق نعرف العزوف الانتخابي ونعرف التصحر السياسي الذي حدث بسبب الممارسة السابقة الآن لاحظوا نلاحظوا بأن مرحلة مفصلية فيه انخراط الشباب خاصة فيه انخراط طبقة سياسية هذه الانتخابات دون شك ستفرز تفرز تجديد النخب تجديد خارطة سياسية جديدة لمحالة والأساس والجوهر تعالى العملية هو كيف نصل إلى البناء المؤسساتي نبني مؤسسات شرعية تعزز الوحدة الوطنية تعزز استقرار الدولة تعزز اللحمة الوطنية لأنها بدون بدون مؤسسات شرعية قوية وبالنظر إلى التهديدات والمحيط الجوستراتيجي الذي نعيش فيه وبالنظر إلى مكانة الجزائر لابد تكون عندنا يعني مسار تغيير واضح وهو مسار دستوري مسار تغيير يبني مؤسسات تمتميز بالشرعية والمصداقية ونجدد من خلالها المؤسسات ونجدد من خلالها النخب ونجدد من خلالها الطبقة السياسية للتوجه نحو المستقبل لأن التحديات كبيرة ولا يمكن مواجهة التحديات سواء كانت تحديات في الجانب الاقتصادي والاجتماعي لغايدك إلا بوجود استقرار مؤسساتي وبناء مؤسساتي قوي الذي يؤسس لنا لمرحلة جديدة وهي مرحلة الجزائر تدخل في مرحلة الإقلاع الاقتصادي وتحقيق التنمية وتحقيق مطالب وانتظارات المجتمع العديدة والمتعددة ولكن لا يمكن تصور أن نحقق كل هذه الأهداف إلا إذا كانت لدينا مؤسسات شرعية مؤسسات تحظى بالإجمع مؤسسات شرعية يجب أن يشارك المواطن في بنائها خاصة عندما نتحدث عن مؤسسات شرعية سيد عبد المنعم جيل جديد من الأحزاب التي شاركت في الانتخابات التشريعية عندكم قوائم في العديد من ولاية الوطن طيب الآن نتحدث عن الانتخابات كضرورة لتغيير لأنه لا توجد أي وسيلة للتغيير إلا عبر الصندوق وعبر الانتخابات كيف يمكن الآن للمواطن للناخب لمشاركة في التغيير عبر هذه الانتخابات لأنه هذه الانتخابات التشريعية ستغير لنا الخارطة السياسية وحتى أعطينا طبقة سياسية جديدة نعم شكرا لك أولا لازم نعرفه باللي التغيير كان طرق عديدة للتغيير ولكن الطريق كما قال الأستاذ البروفيسور الطريق الآمن واللي راه متوفر فيها بين يدينا اليوم هو عن طريق الانتخابات الشريعية اللي راهي قديمة هذه الانتخابات الشريعية فيها خصائص وفيها ميزات لأنه نقدر نشوفه على حسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ورفض العديد من الأوجه القديمة اللي ترك مشاركة وترشحت في الانتخابات بالإضافة إلى اللي كان فت عهدتين في البرلمان لما سمحوا له باش يزيد يترشح يعني رح يكون عندنا تغيير شبه جدري للطبقة السياسية والعباد اللي رح نكون داخل قوبة يعني تحت قوبة البرلمان فهنا نقدر ننضيف على مؤشرات يعني جيدة يعني المؤشرات جيدة المؤشر مؤشر جيدة وكاين بعض التخوفات لأنه ما نقدرش ننساول يعني الماضي كومبلي أنا لكل حال يعني بالعمر يعني 28 سنة حياتي كلها كانت يعني في نظام واحد فما نقدرش يعني ننساول الماضي فالحاليا نقوله بالكاين أمل وكاين فرصة للتغيير بالنسبة بالنسبة نقدر نضيف للأستاذ سيكو في هاد الانتخابات في هاد الانتخابات ما لازمش نعودو نطيحو في الخطأ تعمل نطلعوش الكفاءات الخاص المواطن أنه يحوس على الكفاءة وينتخب عليها وينتخب على البرنامج أكثر من أنه ينتخب على الشخص لازم يعني تصرفات الماضي لازمها تختفي من الشعب ومن النظام يعني في نفس الحالة فالشعب لازم يتحلى بالمسؤولية ولازم يجرب يعني ويحاول أنه يغير بكل الطرق الممكنة ومنها الانتخابات الشريعية صحيح كلمة جيدة يعني الأستاذ الآن بالحديث عن هذه الانتخابات شفنا قوائم حزبية شفنا قوائم حرة ومستقلة يعني كان فيه إقبال كبير للمواطن هل تعتقد أنه قانون الانتخابات الجديد اللي جاب بمؤشرات قوية وبأسس لمنظومة انتخابية قوية وشفافة هو اللي كان دافع لهذه المشاركة يعني ما يميز الانتخابات التشريعية هذه هو مشاركة الكفاءات وكذلك الشباب هل تعتقد أنه كل هذه المعطيات الجديدة والمؤشرات القوية كان دافع للمشاركة نعم في الحقيقة ما نزمش ضغف الشيء وهو السياق اللي تأتي فيه الانتخابات نعم نحن في مرحلة تحول هذه الانتخابات مسبقة جاءت بعد تحول جذري يحدث في مجتمعنا انخراط الشباب وانخراط كل المجتمع والرغبة في التغيير بعد فشل وبعد تعطر المسار السياسي اللي كان سائل في النظام السابق وبالتالي كل هذه المعطيات نأخذها باعتبار لما نتكلم على الانتخابات في 12 جوان بالإضافة إلى ما تفضل فيه هو القانون في حد ذاته الآن لجاء باش يعطي مساحة واسعة لما يعرف بتمكين الشباب لماذا؟ لأن بعد تقريبا 60 سنة من الاستقلال حان الوقت باش نحول شعار تسليم المشعل للشباب أن الشباب يستليم هذا المشعل ويمكن الشباب من الانخراط في الحياة السياسية وفي الممارسة السياسية ولكن ليس بأساليب وممارسة الماضية لا بد يكون هناك تغيير حتى في أبدأ بالقانون تغيير في الدهنية تغيير في الممارسات وهذا ما نطمح إليه من خلال انخراطنا في العملية السياسية وفي العملية الانتخابية فالقانون فعلا القانون جاء ليفتح المجال لتجديد النخب اللي تدخل في مؤسسة أساسية اللي هي تمثل السلطة التشريعية وهو المجلس الشعبي الوطني اللي عنده وظيفة أساسية اللي تمثل في التشريع والتشريع ليس بالأمر الهيئ لأن حياة الأمة وكلها تقوم على التشريع لأن بدون التشريع لا يمكن أن نسير حياتنا الاجتماعية والاقتصادية ونخطط برامج وندخل في إصلاحات إلى غير ذك فالتشريع وظيفة مهمة جدا فلا بد تكون فيه كفاءات سواء كانت هذه الكفاءات في الشباب أو كفاءات حتى في التجربة كذلك مطلوبة ويعني لاحظوا في المترشحين ونحن نتابعوا بهذا الأمر في حتى كفاءات وخبرة سواء في الأكاديمية خبرة سياسية موجودة مطعمة وبالشباب وهذا باش نحدث هذا التداول هذا نحدث هذا التداول ونستفيد من كل الخبرات والكفاءات وهذا المورد البشري الكبير اللي موجود في بلادنا ونعطيه نفس حلو المجال في المجال السياسي لماذا؟ لأن نتوقع أنا أن يكون عندنا مؤسسة تشريعية قوية بكفاءات وتكون ينتج لها ماذا في المحصلة أن تكون عندنا ما يسمى جودة التشريع جودة التشريع بمعنى تكون قوانين يتم تمحصها وإبداء الرأي لأن فيه كفاءات في عدة التخصصات في القانون في الاقتصاد في المجتمع في العلم السياسية والعلاقات الدولية في الإعلام إلى غير ذلك من الأمر وبالتالي هذا هذا يثري أكثر يعني وينعكس إيجابا على جودة التشريع في المستقبل بالإضافة إلى الضور المرتقب من المجلس الشعبي الوطني كسلطة تشريعية وما يتيحه الدستور الحالي من هذا الضور هو تعزيز ضور الرقابة على الحكومة وهذا ما يحقق وهذا ما يحقق آلية أساسية من آليات الحوكمة يعني لا يمكن تصور أن تكون هناك آداء أفضل وآداء فعال وإيجابي وينعكس على حياة المواطنين في حل مشاكلهم في التكفل بنشغالاتهم إلا أن يكون هناك يعني آداء ضاغطة على الحكومة للرقابة على عمل الحكومة من خلال المؤسسة لذلك على المواطن أن يشارك في هذه الانتخابات لكي يختار الأكفأ في الوصول إلى قبة البرلمان تكون فيه تركيبة من الكفاءة والشباب نتحدث دائما عن شباب الأمر اللي ميز ربما تشريعيات هذه تشريعيات ناشن جوان أنتم في حزب الجيل الجديد يعني معروفين أنه شباب هو في القاعدة وحتى في القيادة كيف تعاملت وأنتم في القوائم عندما نتحدث عن مشاركة الشباب عندما نتحدث عن الترشيحات وهل تعتقد أنه الآن تشريعيات ناشن جوان هي فرصة لكم أنتم الشباب لدخول العمل السياسي وتصحيح ربما العمل السياسي اللي كان سائد في السابق نعم نحن داخل جيل جديد ما لقيناش مشاكل في ترتيب القوائم تحضير القوائم كما قلت كل إطارات جيل جديد منخريطين في جيل جديد من شباب يعني العمر معدل العمر تاع القوائم تانى 39 سنة يعني تحت العمر اللي هم طالبينه وبخصوص الكفاءة أيضا ما كاش مشكل كلنا جامعيين 90% من المترشيحين جامعيين العشرة بالمئة لا يعني ما مش جامعي لا يعني انهم عندهمش كفاءة ولكن كل واحد عنده كفاءة في الميدان تاعوا بحكم الخبرة بالنسبة للسؤال تاعك يعني هل عندنا فرصة في هذه التشريعية لازم نفهم باللي تغيير قانون الانتخابات ووضع ووضع أحكام انتقالية فيه خلت يعني نحات هذا الحصار اللي كان على البرلمان كان يعني كانت 4% قانون 4% وإلا لازم توقيعات جمع توقيعات بعدات خيالية يعني كان صعب جدا على الأحزاب والأحرار أنهم يدخلوا في السباق إلى ما كانش عندهم منتخبين من قبل فالتعديل قانون الانتخابات ووضع أحكام انتقالية لخلات كل الأحزاب يعني حتى الأحزاب العالقة كانوا سواسية فهنا قدرنا نشوف يعني من هم الأحزاب الحقيقية لعندهم امتداد وصح لعندهم مناظلين قدروا يلحقوا يجمعوا التوقيعات والأحزاب الأخرى اللي كما شفنا يعني لو كنشوف عدد الأحزاب برك اللي ترشحت من ستين حزب يعني مش يقع عدد كبير فهنا يعني فرصة الترشح بحد ذاتها نجاح فالمحاولة كان بارو ماتري يعني جمع التوقيعات بالضبط يعني وكانت عاملية يعني صعيبة بزاف بحكم أنه الأحزاب اللي ما عندهاش خبرة مع الإدارة والبلديات يعني في كان شيء شوية يعني جديد فكانت حاجة جديدة لنشوفها والحمد لله يعني قدرنا نتجاوز هذه المرحلة الآن كالكسوى النتيجة يعني كما كانت النتيجة نقدر نفتخر وأنه يعني قدرنا نتجاوز عتبا اللي هي صعيبة بزاف والعديد من الأحزاب اللي كانوا في البرلمان كم من ملايات تدخل فيها حزب الجديد عدنا خمسين قائمة خمسين قائمة أربعة منها في المهجر في المهجر نعم دوركم فرد نفسكم في المشهد السياسي يعني على طبيعة الحال خاصة عندما نتحدث عن حملة انتخابية الآن الحملة الانتخابية يجب أن تكون في الميدان بالضبط نحن ما رحش ننكر لأصحاب الخبرة اللي معنا يعني في الجيل الجديد عدنا أصحاب خبرة يعني لنضلوا من قديم ف رح يكون كين يعني يعلمونا كما نقول ويقودونا يعني يعني باش نقدروا ذوك احنا شباب بالمعلومات اللي عندنا يعني ما ننكذبوش ذوكار أنا في 2021 داخل 2022 الحملة مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي عندها وزن كبير وكان نشوف الكتلة الناخبة الأغلبية هذه كوني كثير على مواقع التواصل الاجتماعي فالحاجة اللي نحن رح نضيفوها للحملات الكلاسيكية هذيك رايحة تمدلنا يعني دعمك يعني دفع يعني كبير بالحديث دائما عن الحملة الانتخابية التي ستفتتح يوم غد إن شاء الله الخميس أستاذ أنت من بين الكفاءات والنخب الجزائرية دوركم الآن في قيادة قاطرة العملية الانتخابية والفعل الانتخابي وربط جسر ثقامة بين الشعب والمنتخبين أنت معروف أستاذ جامعي لكن كيف ستكون الحملة الانتخابية في الميدان شكرا دعني أوضح أمر حتى السادة المشاهدين يعرفوا أنا أستاذ جامعي ومحل الاقتصادي ولكن الآن أنا اقتنعت بأنني انخرط في المسار السياسي والانتخابي وأنا مترشح لحركة البناء على مستوى الجزائر العاصمة والشي الذي دفعني لكي نترشح وحركة البناء ويحتضنتنا وهي مشكورة على ذلك وهو قرار تخذت حركة البناء في فتح قوائمها لكثير من الكفاءات غير المنتظمة في الحزب وهذا شي جميل يعني والهدف من ترشح كشخص أنا هو أننا نريد تصحيح تلك الصورة التي شوهت في الماضي عن الفعل السياسي وعن الانتخابي وانصح التعبير يعني انصحح فلربما حتى نصحح نظرتنا إلى العمل السياسي وأننا انسحبنا وتركنا الساحة فارغة لأولئك الذين يستأثروا بالساحة وشوهوا الفعل السياسي بانخراط المال الفاسد والمال السياسي ولم يؤدوا دورهم تجاه المجتمع ولم يؤدوا دورهم يعطوا قيمة لهذه المؤسسة المؤسسة الشرعية المحترمة وشفنا مع الأسف تلك الصورة المشوهة التي أصابت للانتخاب والعملية الانتخابية أن نصحح هذه التشوهة لحتة وأننا من حقنا كنخبة في المجتمع أننا نحن الذين نقود هذا مسار التغيير وننخرط في مسار التغيير لنقدم الأفضل لنقدم الأحسن لوطنينا استلهاما نحن الآن كما أشتط في السابق نحن الآن في ذكرى يوم الطالب هؤلاء الطالب الذين كانوا يعيشون في المدن الكبرى وفي الجامعات وفي الثانويات كانوا يعيشون فلربما عيشة أفضل من تلك اللي يعيشها قرالهم في الأرياف وفي الجبال ولكن لما جاءت لحظة الحسم ولحظة القرار أنهم انخرطوا في مسار التورة ومسار تحرير الوطن كذلك نحن نحس بأن لدينا مسؤولية الآن في بناء الجزائر الجزائر الجديدة التي نريدها جديدة فعلا بمؤسسات متجددة بنخب متجددة بمؤسسات قوية لأن مكانة الجزائر ليست هذه صراحة يعني حتى على الأقل من ناحية الاقتصادية الجزائر تحتاج أن تكون في مكانة مرموقة وتكون في أفضل وضع والمجتمع الجزائري كذلك من ناحية الاقتصادية وفي الجانب التنموي يستحق أن يكون في وضع أفضل في التنمية وفي تحقيق الوضائر هذه هي الرهانات ربما الحقيقية تحديات ورهانات حقيقية ينتظرها الشعب من كل المترشيحين وكذلك الذين سيصلون إلى قبة زيغد يوسف العديد من نقاط التي سنناقشها لكن بعد فاصل إعلاني فابقوا معنا صحية مسائية مجددة لكم مشاهدين عبداليس إكمال ما تبقى من برنامج تساؤلات الحديث دائما عن الانتخابات التشريعية مع ضيفة يافية البلاتو إلى عبد المنعم هل تعتقد أنه قانون الانتخابات الجديد وما جاء به من نظام الانتخاب والاقترع على القائمة المفتوحة في حرية كبيرة للناخب في ممارسة خياراته حيث يمكن هو الخروج من خيارات الحزب في ترتيب المترشحين وحتى في القائمة المفتوحة يعني في حرية أكبر لذلك ربما سيكون في إقبال أكبر من ناخب على اختيار شخص ما يريد أن يراه في المجلس الشعبي الوطني نعم شوف هذه النقطة بحد ذاتها يعني نحت مشكل كبير جدا يعني هو اللي كان هو بكري هيمنت يعني الأحزاب ولا سلطات المركزية تاع الأحزاب في تقارير شكون يطلع في بلاست شكون لأنه بكري شفنا وعشنا وين كانوا يعني التدوليست يعني يشروهم مدرهم وفي القاروح يعني أكيد رح يطلع برلماني وهذه النقطة بحد ذاتها نحات هذه المشكلة ومدت الفرصة لأي واحد حتى وإذا كنت يعني في آخر القائمة في ذيل القائمة أنك تصبح برلماني حتى وإذا يعني يطلع شخص واحد من القائمة تاعك والحاجة الثانية المليحة قالوها تاني يعني قالها أستاذ شرفي الترتيب الأبجادي الترتيب الأبجادي الغى حتى يعني شبهة الترتيب داخل القائمة يعني ما رحش يكون كين تنافس بين المترشيحين في نفس القائمة على شكون رح يكون رقم الأول وشكون رح يكون رقم تاني فهذه النقطة يعني عاونت بزاف ناس وعاونت بزاف عباد كما أنا شخصيا يعني الداخل جديد في السياسة فالأصبح عندي نفس الفرص كما يعني المؤسسين تاع الحزب فهذه النقطة بزاف 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 مليحة طيب أستاذ الآن بالحديث دايما عن الحملة الانتخابية ما هو الخطاب الذي تراه على المترشيحين أن يستعملوه خلال حملتهم الانتخابية لإقناع الناخب في ظل ظروف اقتصادية يعني صعبة تعيشها الجزائر كباقي دول العالم خاصة عندما تحدث عن تبعات جائحة كورونا نعم في الحقيقة الخطاب هو لابد نحن 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 بالأمس كان فيها اجتماع السلطة مع ممثلي 28 حزب التي ترشحت لتشارف السباق وكذلك قوائم الحراء لأن أمضوا على وصادقوا على ميثاق الشرف وميثاق الحملة الانتخابية لأن تكون حملة هادئة حملة تبتعد عن كل ما هو خطاب استفزازي خطاب كراهية خطاب لابد تكون هناك خطاب موحد خطاب جامع خطاب ليجمع الجزائرين ولا يفرقهم هذا من حيث المبدأ ومن حيث بشكل عام بينما إذا جئنا إلى الخطاب الانتخابي لتتبنى كل كتلة أو كل حزب أو كل قائمة فهو خطاب لابد يكون يستند إلى مرجعية برنامج تعرؤية مثلا في حركة البناء عدنا شعار معا نحو التغيير الآمن كشعار من أجل أننا التغيير لا يمكن أن يحدث إلا عن طريق الآمن ليضمن استقرار مؤسسة الدولة ويضمن استمرار الدولة ويضمن الوحدة الوطنية ويحافظ على السيدة الوطنية هو هذا التغيير ليكون بالفعل الانتخابي ووفق المسار الدستوري هذا هو إنصح التعبير تنخيصا لهذا الشعار الذي نرفعه نحن في شعارنا الانتخابي في حركة البناء ثم ثم لما نأتي إلى الخيطاب دعني أقول الأستاذ محمد أوضح أمر البرلماني لما يكون مترشح ويكون خيطاب لا بدش يروح يعني يوعد الناس كثير لأن البرلماني يجب أن يعرف دوره والشعار كذلك يعرف ما هو دور البرلمان دعني أوضح تلت نقاط البرلماني هو دور التشريع ودور الرقابة ودوره كذلك في رفع انشغالات المواطنين وليس هو منتخب محلي لديه ميزانية ويمكن تنفيذ برامج معينة وليس هو والي تنفيذي معين من طرف السلطة يشرف على إدارة برامج تنموية على المسؤولين ولكن هو يساهم في تشريع القوانين وخاصة القانون المالية والقوانين يتنظم مختلف القطاعات ثم يساهم في الرقابة كما أشرت سابقا على أعمال الحكومة ويوضح الاختلالات في القطاعات وفي آداء الفريق الحكومي ثم كذلك يرافع لصالح انشغالات المواطنين من خلال ماذا؟ من خلال ما يتحه الدستور للبرلماني أنه بخلال أسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية وربع الانشغال إلى غير ذلك والتدخل لدى الهيئة العامة فلابد يكون خطاب البرلماني أو المترشع الآن هو خطاب واقعي خطاب يعني بعيدا عن الوعود يكون خطاب واقعي يراعي الواقع ويعبر عن شغالات المواطنين ثم لما تكلموا على خطاب الواقعين تكلموا كذلك أنه قربي صعوبة الوضع خاصة كما أشرت هناك وضع اقتصادي صعب هناك وضع اجتماعي فهناك انتظارات كثيرة للمواطنين تطلب حلها ولكن نقنع كذلك المواطنين باش يمكن تحقيق الإقلاع الاقتصادي بما يفضي إلى تحسين في مستوى معيشة المواطنين وخلق الوظائف وخلق الشركات وخلق بيئة استثمارية واستغلال كل الفرص والإمكانيات لمتاحة فعلا للجزائر إلا إذا كان لدينا استقرار سياسي هذا الاستقرار السياسي من يجي يجي في استكمال هذا المسار التغيير اللي بدأناه بالمسار الدستوري وبانتخاب رئيس الجمهورية وبتعديل الدستوري اللي يعطانا الآن يفضي إلى إنتاج مؤسسات جديدة وتجديد المؤسسات ومنها المجلس الشعب الوطني وبالتالي الاستقرار المؤسساتي هو الذي يسمح فيما بعد للسلطة ممثلة في السلطة التنفيذية خاصة الحكومة باش ننفذ برنامج إصلاحي اللي نحن نهدف إن شاء الله يكون هو برنامج الإقلاع الاقتصادي للجزائر الجديدة اللي تكون فيها إن شاء الله تنمية متوازنة تنمية عادلة تقسيم الثروة ببعادلة على كفة مناطق الجزائر القاضى على مناطق الضل كل هذا لابد يكون يعني في البرنامج الاقتصادي باش نقمع المواطف بأن الجزائر فيها إمكانيات فنا ربما كان في وقت سابق خصنا كما نقوله خصنا الراي وشفنا باللي كانت عدنا أموال وكان منطقة تسير بالغلاف المالي والبحبوحة المالية ولكن لما كان رائمة وش موجود والكفاءة مش موجودة والحرص الحقيقي والروح الوطنية غايبة هذه الأموال لم تحقق لنا التنمية المشودة وتحقق لنا هذه المشودة الآن وش ينقص الآن وش مطالبين نحن كجزائرين مطالبين أننا فالربما تكون صعوبة نتحملها جميعا نتقاسم أعباء مرحلة جميعا ولكن يكون عندنا أمل وعندنا نظرة للمستقبل باش نبني اقتصاد قوي باش نبني دولة قوية بمؤسساتها والدولة الجزائرية هذه تكون نحن كنوا أوفية للشهاداء اللي توفى وضحها من أجلها باش تستمر الدولة الجزائرية طيب عبد المنعم هل تعتقد أنه نوعية الخطاب في الحملة الانتخابية لإقناع الناخب ربما هي أكبر إشكالية قد تواجه للمترشحين أنت كشاف يعني ما هي نوعية الخطاب اللي حتقوم بها لإقناع الناخبين هي لازم نفهمو حاجة أنه تغيير التغيير ما يجيش بين صباح وليلة يعني تغيير هذا مشوار طويل بزاف واستكمال كما قلت لست استكمال تغيير مشي استكمال تغيير بحد دات وليانه خطوة في طريقة تغيير هذه الانتخابات شريعية ف احنا كشباب سمعنا بزاف وعود من البرلمانيين السابقين يعني ولا كالسياسيين السابقين اللي سابقوا يعني و كم كثير منا فقد الامل فقد الامل في التغيير في الجزائر هنا هذا مشكل كبير جدا أنا بالنسبة لي يعني لازم السياسي كما قلت ما يعج ما يعج فقط لأنه لذوق احنا تغيير ما راهوش بيد البرلماني التغيير ما راهوش بيد البرلماني والأحلام هذه يعني بيع الأوهام اللي شفناها سابقا لازم يحبس لازم يتوقف فلازم نشوف حملات انتخابية يعني البرنامج السياسي هو المهم فالآن الشعب يعني الكتلة النغلة رايحة تروح تصوت خاصها تفهم حان الوقت للانتخاب على البرنامج وتوقف على الانتخاب على الشعباوية والديماغوجية يعني لا نقدر نقول هذه الكلمة فهذا هو يعني الميصاج فحناك شعار الحملة يعني اللي راح يكون فرصة فرصة للتغيير لأنه فرصة ما هي إلا فرصة ما راهوش تغيير وما راهوش يعني ما راح نقدر نعدك بالتغيير ما راح نقدر نعدك بأي شيء نقدر نعدك بحاجة لأنه رايحين نخدموا باش نحاولوا أنه يعني نغيروا ولو قليلا يعني وإلا ما قدرناش نغيروا القوانين ولا نغيروا في الحياة العامة الجزائري ولكن نقدروا نغيروا نظرة الشعب إلى السياسي سياسي يعني الكلاسيكي للناس كل يعرفوه ويعادة لا يعطيونه قيمة لأنه ما يعدهم بالكثير وما يوفي بواله لازم تتغيط تبدل هذه النظرة إلى السياسي ويرجع السياسي يعني يخدم الشعب فكي يكون يقول لك المواطن كي يتصل يعني بالممثل تاعه في البرلمان لازم يسمعه لازم يفهمه وبالعكس يعني الممثل في البرلمان لازم ينقل وش رهو صاري داخل البرلمان لأنه بكري البرلمان بالنسبة لنا صندوق أسود ما لابلنا شوش كيل الداخل حتى الحكومة كانت صندوق أسود نسمعه قرارات دخلت خرجت تم انتخاب تم المصادقة ولكن ما نفهمه شو ش رهو صاري فدور البرلمان هنا لازم يقول لي توعية الشعب على كل حال يعني رانا مشينا ما صار كبير يعني بعد الحراك وأن الشعب عنده وعي سياسي ولكن الوعي السياسي وحده ما يكفيش لو كان ما تكونش عنده المعطايات الكافية اللي يقدر يجيبها له المنتخب اللي انتخب عليه من داخل البرلمان فالرسالة يعني والحملة الانتخابية اللي لازم يعني من الأحسن أنه السياسيين يمشوا بها في الشارع يقول لك الكفاءة لازم تطلع في مكان الرداء الرداء هذه هي طيب أستاذ كذلك عطفا على ما قالها عبد المنعم أعود لما قلت في بداية الحصة أنه التغيير يكون تدريجي والانتخابات هي وسيلة للتغيير بعد الدستور الآن فيه ورشة سياسية كبيرة عندما نتحدث عن الانتخابات الشرعية وبناء مؤسسات شرعية وعندما نتحدث عن هذه المؤسسات التشريعية التي يمكن منها أن نستطيع أن نتصور الحكومة القادمة نعم بدون الشك لذلك على المواطن أن يشارك في هذا الانتخابات أنا ربما كذلك الأستاذ فضل قال باللي هذه صحيح المسار التغيير وتغيير الدول باش نتغير من وضع إلى وضع يطلب وقت لماذا لأن الآن فيه ما يسمى حتى هناك قيوة مقاومة التغيير والتغيير خاصة باش نحقق كل أحلامنا ونحقق كل أهدافنا بنا عشية وضع هذا يطلب وقت وخاصة في الجانب الاقتصادي والتنموي إلى غير لابد الخطاب يكون موضوعي ويكون صادق ولابد كذلك الوعي نستثمر أنا دعوتي لكل الطبقة السياسية وكل المترشحين الآن باش نستثمر في هذا الوعي الإيجابي اللي يحدث في المجتمع بعد الحراك المبارك وين الشعب انخرط في السياسة وصبح عنده وعي سياسي واصبح أيها تم بالسياسة لابد نستغل هذه الانتخابات في تقدير الانتخاب التي تكون فرصة أننا نستثمر في هذه الشعنة الإيجابية اللي موجودة عند المجتمع باش ينخرط في الفعل السياسي ويعبر عن إيرادته السياسية واش مطلب مننا كسلطة كأعزاب كمترشحين كنقب أننا هذا الشعب نحترموه ونحافظوه على الأمان نحافظوه على صوته باش مهمة التعثيقة لأن المواطن اللي صوت على زيد يوجد عمر لابد هذه الممارسات تنتهي باش نبدأ في التغيير صحيح نحن في خطوة نحو التغيير وهذا التغيير لابد يكون آمن باش نحافظ على استقرار الدولة وعلى سيادة الدولة ولكن لابد تكون هناك مصداقية ونرجع الثقة للفعل الانتخابي ونحافظ على الصوت المواطن ومطلوب مننا كذلك في المستقبل أننا نحافظ على أموال المواطن ونحارب المال الفاسد ونحارب الفاساد هذه كلها مهام تنتظرنا باش نبني الدولة الجزائرية حقيقة ونبني دولة قوية فيما يخص ما هو منتظر صحيح الانتخابات القادمة ستفرز خارطة سياسية جديدة وبالطبيعة وما ينص عليه الدستور في المادة 103 الفقرة الأولى أو الفقرة الثانية أن الحكومة ستعكس إرادة الشعب سواء كانت أغلبية رئاسية أو أغلبية برلمانية وبالتالي المتوقع أن هذه الانتخابات هي حاسمة هي مصيرة للمجتمع لأنها من خلالها الشعب لا يخير فقط البرلماني سيخير حتى الطاقة من الحكومة لذلك أدعو الشعب أن ينخارط بقوة في هذه العملية ويعبر عن إرادته كما أدعو الجهات المعنية أن تحافظ وتصون صوت الشعب شكرا جزيلا لك أستاذ البروفيسور عبد القدر بريش أستاذ الجميع والنشط السياسي شكرا لك عبد المنعم بن حوريا وضع المجلس الوطني للحزب جيل جديد كنتم ضيفية في برنامج السعب سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر